قناة طيور تي في قناة المربي بامتياز فإذا كنت أخي المشاهد من المتابعين الجدد اشترك في القناة ولا تنسى دعم المقطع بلايك أسعد الله أوقاتكم مشاهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا لحلقة اليوم هو في غاية من الأهمية إذ نتكلم عن أهم الخطوات التي من شأنها إنجاح مشروع تربية الدجاج البيض فالدجاج البيض يجب أن نشير إلى أنه لا بديل عن التنظيف والتطهير الجيد لحضائر الدواجين قبل البدء في تربية ورعاية القطيع أيا كان نوعه أو الغرض من إنتاجه حيث تشمل عمليات التنظيف والتطهير كافة الأشياء التي يمكن أن يتعرض لها الطائر أو البيض سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عمليات التطهير ليست بديلا عن إجراء التنظيف بل تزداد كفاءة التطهير على الأماكن التي تم بالفعل تنظيفها أولا لذا فإنه عند الإعداد لاستقبال الدفع الجديد من الطيور في مسكن تمت التربية في مرة سابقة فإنه من الضروري اتباع مجموعة من الخطوات التخلص من الأتربة والغبار والقذارة وقشور الزرق والفرشة وبقايا الأغدية وأي مخلفات من الدفع السابقة تنظيف المبنى أي السقف والجدران والأرضية وجميع الفتحات وكفة المعدات من معالف ومصاق ومراوح وأي وسائل تبريد أو تدفئة كما يرى تنظيف جدران الببنى من الخارج وحول المبنى بمحيط لا يقل عن 20 متر تطهير المبنى وكفة المعدات بمحلول التطهير المناسب والسخدامه طبقا لتعليمات الشركة المنتجة كما يجب أثناء التطهير أن تكون جميع الأسطح المراد تطهيرها جافة وأن يتم غلق المبنى عقب التطهير لمدة يومين ثم فتحه لتهويته قبل وصول الطيور بيوم واحد يمكن حماية قطع الطيور البيض أي الدجاج البيض من العديد من الأمراض الخطيرة والتي كثيرا ما تصيب الطيور وذلك من خلال تحصين الطيور الصغيرة في مرحلة النمو والرعاية علوة على الإدارة الجيدة للقطع خلال مرحلتي النمو والإنتاج لعل من أشهر الأمراض التي تصيب القطعان البيضة والتي يتوفر لها التحصينة الوقائية مرض المارك والنيوكاسل والالتهاب الشعبي المعدي والجديري والارتعاش الوبائي والتهاب الحنجورة والقصب الهوائي المعدي ويرعى عند تربية الدجاج البيض إعطاء تحصينات وقائية إضافية لكل من النيوكاسل والالتهاب الشعبي المعدي كل ثلاثة أشهر أو أقل من ذلك حسب مدى وبائية منطقات المشروع إن التخطيط الجيد والمبكر لبرنامج التحصين الذي سوف يتم استخدامه من العوامل الهامة والتي تؤدي إلى نجاح حملية التحصين ورفع كفاءة الطيور المناعية على مقاومة العدوى حيث يجب أن يخذ في الاعتبار الفترة اللازمة لتكوين الأجسام المناعية يؤخذ برنامج التحصين في اعتباره أيضا طاريخ العدوى المرضية بالمزرعة ووبائية المنطقة التي تقع بها الحضيرة كما يجب التأكيد على أن عملية التحصين يجب إجراؤها فقط على الطيور السليمة الخالية من أية إصابة من المهم أيضا التأكد من مصدر اللقاحات المستخدمة في تحصين الطيور حيث يجب أن يكون مصدرا جيدا يحفظ لقاحاته تحت درجة حرارة منخفضة كي تبقى صالحة للإستخدام كما يجب مراعاة نقلها في أوعية مبردة من أماكن بيعها حتى الحضائر أو حفظها في تلاجات الحفظ حتى استخدامها في تحصين الطيور كثيرا من المربين ما يشكون من حدوث عدوى لطيوره مرغم إجراء عملية التحصين وفقا لبرنامج التحصين الموضوع ويتم إغفال هل عملية التخزين ونقل اللقاح تمت بشكل صحيح أم لا حيث غالبا ما يكون هذا اللقاح الذي تمت عملية التحصين به قد تلف نتيجة لسوء عملية التخزين والنقل يوجد العديد من أنواع الطفيليات الداخلية والخارجية التي تهاجم الدواجين ويجب عندئذ استخدام البرنامج الوقائي والعلاج الأسرع والأرخص والأمثل والذي يعمل على زيادة معدلات الإنتاج وتقليل عدد الطيور المصابة إلى أقل الحد دون إعطاء المزيد من الغداء أو استخدام المزيد من العمالة لمكافحته يجب دائما اختيار الطيور للتأكد من وجود الديدان حيث أن الديدان لا تمثل إشكالها عند تربية الطيور على أرضيات السدائب أو السلق ويمثل كل من القمل والفاش الطفيليات الخارجية الأكثر شوعا من في الدجاج البيض حيث عندما تغزو كمية كبيرة من الطفيليات الخارجية الطيور فإن ذلك يسبب إصابتها بحالة من القلق وعدم الراحة والعصبية وفقدان النمو وانخفض معدلات الإنتاج البيض بالنسبة تصل إلى 25% أو أكثر وتعتبر عملية مقاومة القمل أو الفاش من العملية السهلة عند استخدام المبيض الحشاري المناشب هنا لا يجب أن نغفل مسألة التغذية فالتغذية تلعب دورا هاما في الصحة وسلمة الطيور حيث تعمل على زيادة المقدر المناعية للطيور ومقاومات الإصابة بالأمراض حيث يتم توفير الاحتياجات الغدائية الطبيعية للطيور السلمة عن طريق إمدادها بالكمية الكافية من العلف الطازج مع تيسير وصول الطيور إليها بتوفير القدر الملائم من المعالف بالحاضرة علاوة على احتواء هذا العلف على الكمية الكافية من العناصر الغدائية الضرورية لحفظ حياة وإنتاجية الطائر ليس من الضروري إعطاء الطيور فاتحة شهية أو منبيات النمو حيث يتم إعطاء تلك الإضافة فقط في حالة خاصة لبعض أنواع الدواج الأخرى حلقتنا انتهت نتمنى أن كنا قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة شكرا على حسن تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة